اشتركوا في القناة 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 في حي العريبي والرفاعي مع الجهد البلدي من اجل رفع الانقاب وفتح الطرق وذلك من اجل ايصال القدمات الاغافية ومياه الشروب الى هذه المناطق بعد تحريرها من تنظيمات داعش الارهابية ولاحظنا ظاهرة سيئة وهي بعض ضعاف الانفس يقومون بسرقة البيوت وحاجات الناس لذا نهيب بالمواطنين المتواجدين في هذه الاحياء من منعهم وكذلك نطالب القوات الامنية ومديرية شلطة نينوى من اجل ايصال الحماية اشتركوا في القناة